ولذلك يا إخوة من الأمور العظيمة لطالب العلم أن لا يشغل نفسه بالدنيا وأن لا يشغل نفسه بهمومها وأن يحرص على أن يفرغ قلبه من الهموم ولا سيما عند الدرس ولا سيما عند القراءة بعض طلاب العلم يقولون نقرأ ولا نفهم ومن أسباب هذا أنهم يقرأون وهم منشغلون بعض طلاب العلم يقرأ الكتاب كله لكنه لا يدرك منه إلا أوله ولربما أدرك آخره لأنه يقرأه مشغولا ولذلك كل ما يشغل طالب العلم ويشغل قلبه ينبغي أن يتخلص منه ومن الآفات الجديدة هذا هذا الجوال عندما يكون في يد الإنسان مفتوحا فإنه يشغله حتى لو لم يرد أن يشتغل تأتي رسالة إن فتحها إن شغل بما فيها وإن لم يفتحها إن شغل بالتفكير فيما فيها ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يفرغ نفسه من هم هذا الجوال نعم لاباسا يبقيه يسجل فيه يقيد فيه لكن يغلق عليه المداخل بحيث لا تصله رسالة ولا يصله اتصال ولا غير ذلك وإنما يستعمله فيما ينفعه في الدرس هذا أمر ننبه عليه في هذه القضية الكبرى وهي أن مسألة شغال القلب مما يعوق الفهم الفهم